السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنكمل سلسلة مراجعة لامتح الجهوي سوف نكون هذا الفيديو موجه للأصحاب خيار عربي بالنسبة للخيار الفرنسي سوف أضعيكم هذا الفيديو لنكم سلسلة ولكن لا يمكن نضع المراجعة للمراجعة الخيار العربي بالنسبة للفرنسي سأضعي لكم مراجعة فيديو كان فيديو فيه تصحيح دي الامتحان الجهوي كله كان فيديو اللي احتطت لكم البارح فيه اهم الاخطاء اللي كيوقعوا فيها التلاميذ اثناء الامتحان الجهوي واشنه هي القوال باللي خاصتكم تركزوا عليها باش تجاوبوا بشكل صحيح على ابرز الاسئلة ديال الامتحان ممكن لكم تشوفوه باش تستفدوا منه اوكي غدي نبدأوا بالتمرين اللول ديالنا كالعادة بالنسبة لي ما عارفش كيف يجدير هات السلسلة ديال المراجعة هات السلسلة هذي كنجيبلك فيها تمارين من امتحانة جهوية كنطرح عليك السؤال ولا تمارين كتنزل نتالك كومنتر تجاوب عليه من بعد كندوز للك الكومنترات وكننصحح الاخطاء اللي فيها الطريقة هذي غتخليك تعرف الاخطاء ديالك وما تعودش تديرون في الامتحان والله هم ما تعرفوا في كومنتر ولا تعرفوا في نار المتحان اوكي دابو غدي مداو بالتمرين اللول ديالنا قلك وصيبة احمد بجرح في ركبته عندما كان يمارس بعض التمارين الجسدية لكنه لم يعتم بالجرح ولم يطهره وبعد مرور عدة ايام انتفخت منطقة الجرح بشدة وبدأت تؤلمه تمثل الوثيقة واحد الطاهرة التي نتجت على مستوى المنطقة المصابة من الجلد اوكي قلك حمد كان كدير سمالين الرياضية طح في ركبته دياله ومدهاش في ديك الجرحة لتجرح في ركبته دياله عادية قلك ولكن بعد مرور عدة ايام بدأ ديك البلاسة اللي تجرح فيها كدروط نفخات اوكي مزيان قلك هذه الوثيقة هذه تمثلنا الظاهرة اللي طرعت على مستوى المنطقة المصابة من الجلد ديال الركبه دياله دا بخصنا نشوفو الوثيقة عاد ندوزو الاسئله اولا قد نقرأ العنوان الوثيقة عاد اللحظة المعطيات اللي كنين وسط منها قلك البول عميات تهاجم الجراتيم المتسللة من الجرح بين قوسين البلعامة يعني اذا بهذه الوثيقة هذه كتبي لنا ذيك الظاهرة البلعامة اللي كيجيوا البول عميات فيها وكيهجموا الى الجراتيم اللي كيدخلوا من الجرح مزيان ادنا هنا يا كيفما كتشوفو المنطقة ديال الجرح كاللاحظو انها فيها انتفاخ اول جرح ادنا هنا انسيلال ديال البول عميات والكورية ستم البيضاء كيمشيوا باش يهجموا للجراتيم اللي كتسلل من الجرح مزيان دا بغا نقرأوا السؤال ديالنا قل لك واحد اعطي تفسير لانتفاخ الجرح قل لك تفسير لانتفاخ الجرح هذا التنفخ يلا دا بغا تنزل الكومنتر ستكتب رقم واحد اللي هو رقم السؤال ستكتب دو بوان و ستكتب الإجابة ستكتب السؤال بسيط جدا اذا العجابة الصحيحة ممكن تكون بهذا الشكل هذا يرجع انتفاخ الجرح لتمدد الشعيرات الدموية بسبب انسيلال كم هائل من كوريات الدم البيضاء في منطقة الجرح قلنا لهم ان سبب انتفاخ الجرح يرجع بالاساس لتمدد الشعيرات الدموية بسبب انسيلال او خروج واحد الكمية كبيرة من كوريات الدم البيضاء اللي هي البول عميات من هاد الشعيرات الدموية الى جيت الواتيقة هذي شنو كيبلك هنا في هاد الشعيرات الدموية تلاحظ انها متمددة على مستوى المنطقة الجرح تلاحظ انها تنفخات في هذه البلاسة الجرح لماذا تنفخات؟ حيث هادوك الكوريات الدم البيضاء اللي هما الخلايا المناعية كيبحلبوا العميات كيبقوا يتذكسو تمكو يخرجو بكمية كبيرة من هاد الشعيرات الدموية باشي مشيو يهجموه على الجراتيم اللي كتدخل من الجرح واضحة؟ تبا غد اندوزو السؤال الثاني هذا نفس التمرين بنفس المواطيات مال سؤال تانيك يقول لنا بيين لماذا تعتبر البلعامة استجابة مناعية غير نوعية قال كاتبي لنا علاش هاد البلعامة هي استجابة مناعية غير نوعية يلا نزل كومنتر دار قمجوج وكتب الإجابة الجواب ممكن يكون كالتالي تعتبر البلعامة استجابة مناعية غير نوعية لأنها توجه ضد أي مولد مضاد دون تمييز أو ضد جل المولدات المضادة دون تمييز هذا هو لاش تعتبر البلعامة استجابة غير نوعية غير نوعية يعني غير متخصصة هاد الشراء شرحت لكم في الدرس ديال المناعة الطبيعية قلت لكم أن البلعامة يقوم بها واحد الخالية بيضاء كتسمى البلعوميات هاد البلعوميات هاد عندها القدرة باش تبلع أي جرتومة ولا أي مولد مضاد كيفما كان نوع ديالو كان فيروس كان بكتيري كيفما بيكون كتبلعوه ولكن بطبيعة الحال كتبقى هاد البلعوميات ضعيفة كان ينباد الجراتيب اللي كيتجاوز هاد البلعوميات أوكي ذا بغا نزول التمرين الثالث اللي سؤال الثالث عفوا قال لك رتب الكلمات والعبارات التالية ترتيبا تزامنيا حسب مراحل البلعامة عندنا الهدم طرح النفايات الالتصاق البلعامة أوكي ذا بهم أعطيكم هنا ربعة ديال المصطلحات خذكم ترتبوهم بترتيب تزامني على حسب المراحل ديال البلعامة يلا نزل كومنتر ذا رقم ثلاثة وحط لنا هاد الكلمات هادو بالضبط بشكل مرتب هاد يتحطون بات شكل هادا هاد يتطير رقم ثلاثة بحلقة هاد يتطير العنصر اللول ولا المصطلح اللول هاد يتطير هاد العالم هاديره عندك في الكلافية ديالتليفون هاد يتطير منورها العنصر الثاني العنصر الثالث الرابع الى آخره الترتيب سيكون بحالة شكل هذا سنفعل الالتصاق ثم البلع ثم الهدم ثم طرح النفايات كيف يقولون لكم هذه المصطلحات مختلفين على ذلك الشيء قرأته في الغالب سيكون قرأته تتبيت الجرثومة من قبل البلعومية عاد كتجي عمليات البلع عاد كتجي مورها الهضم وماشي الهدم ومن بعد كتجي طرح النفايات ولا البقايا الالتصاق عندها نفس المفهوم ديالتتبيت الجرثومة فعش كتجي هذه البلعومية كتتقرب من هذه الجرثومة كتجي تخرج واحد لعبة بحال يد كتجي تكونسي بها الجرثومة كنقولون انها كتبت الجرثومة يعني كتجي تتسق مع الجرثومة صفي نفس المعنى البلع هذه لها كينا فاش كتجي تبلعها من بعد كتبدا في الهضم ديالها هذا الهضم ما هو؟ الهضم هو مجرد هدم لهاديك الجرثومة او لتجزئ ديال الجرثومة من اللي كتبلع انتش يترفض الخمز كتبدا تمضغ فيه بسندانك كتهدموه كتريبو كتفرتوه اذا الهضم هو الهدم او لتجزئ لديهم نفس المفهوم من بعد ما هذه البلعومية كتتهدم هذه الجرثومة كتطرح النفايات ديالها كيف ما كنعرفوه من بعد كتجي هذه البلعوميات الكبيرة اللي كتشطب هذه النفايات كتتكل النفايات باش ما تبقاش في الجسم تبا غدين دوزو التمرين التالي لدينا معطيات اخرى قل لك بعد مرور عدة ايام طرأت مضاعفات اولا جارت مضاعفات على جرح احمد حيث ارتفعت حرارته وازداد الانتفاخ بشكل كبير مما جعل احمد يزور الطبيب المحتص الذي وصف له عدة ادوية من بينها مصل ملائم لحالته المرضية لدراسة طريقة مساعدة الجسم على تحييد بعض الجرثيم نقترح عليك استثمار معطيات التجريبات التاليتين مزيلا قل لك بعد مدى 6 عدة ايام تضاعفات هذه الجرح يعني اذا تنفخه او سخون بزاف او مرتفعة او كدره بزاف فقرر انه يمشي الطبيب مخصص وهذا الطبيب سيعطي عدة ادوية من بينها بواحد المصل الملائم لهذه الحالة قل لك باش ندرسه الطريقة اللي كنعون بها الجسم لتحييد او لأبطال مفعول الجراثيم نقترح عليك هاد المعطيات ديال التجريبتين تاليتين إذا بخصنا نقرأ هاد التجريبتين عاد ندزول السؤال اذا غذي نبدو بتجريبة واحد لا قبل نبدو بتجريبة واحد غذي نشوفو شنو هدنا هنا من جهة لاسا كتب لنا فأر ألف شوفية من التيتانوس ديرين بين قوسين الكوزاز هاد واحد الفار كان ديجا مرض بالمرض ديال الكوزاز او تيتانوس وبرى منه مزيان غذي ياخدوا منه المصل هاو ما كتب لنا هنا مصل الفأر ألف يعني غذي ناخدوا المصل من تم ديال هاد الفار اللي برى من مرض الكوزاز اوكي دابا غذي نزول تجريبة واحد هنا كتب لنا تحت هاد الرسومات ديال التجريبة الفأر باء غير ممنع ضد الكوزاز يعني ما عندوش مناعة ضد جرطومة الكوزاز إلا قريتي غير ممنع يعني ما عندوش مناعة إلا قريتي ممنع يعني عندو مناعة اعقل لهذا المصطلح مزيد اوكي هنا ديري لنا حقن مصل الفأر ألف للفأر باء يعني هاد الفأر باء هادا غذي نعطوه المصل ديال الفأر ألف اللي برى من الكوزاز وعدنا هنا يا حقن سومين الكوزاز عندما غير يعطوه المصل ديال الفأر ألف غذي يعطوه السومين ديال الكوزاز السومين الكوزاز هو ذلك السم اللي كتنجو بكتيريا الكزاز وهو سوم خطير جدا وقاتل النتيجة كانت هي أن الفأر بقى حي تجربة جوج كتبين تحت منها الفأر جيم غير ممنع ضد دافيتيريا ما عندهش مناعة ضد جورتومات الدافيتيريا أوكي أولا غدي عطيوه المصل دي الفأر آلف من بعد غدي عطيوه سوم من دافيتيريا واركزهم زيان نبلغ لعطيوه المصل دي الفأر آلف اللي برامل الكزاز من بعد عطيوه السوم من دي لاش دي الفأر جيم النتيجة شنه هي موت أو لوفاة الفأر جيم ربعة فسر نتائج تجربة واحد واثنان قل قد يتفصل لنا النتائج اللي طارت في تجربة واحد وجوج شنه النتائج النتيجة دي التجربة واحد هي أن الفأر بقى حي نتيجة دي التجربة جوج هي أن الفأر جيم مات علاش الفأر بقى حي وعلاش الفأر جيم مات هذا الشيء الذي سوف تدير في الإجابة سوف تدير رقم 4 و سوف تدير الإجابة في كومنتر كالعادة الإجابة الصحيحة ممكن تكون كالتالي سوف ندير التجربة واحد و نكتبه ظل الفأرباء حي لأنه حقنا بمصل يحتوي على مضادات أجسام خاصة بسمين الكزاز الذي حقنا به قلنا لهم أن الفأرباء بقى حي حيتش أعطينا واحد المصل فيه مضادة أجسام خاصة بسمين الكزاز اللي حقنا به من بعد هذه مضادات الأجسام اللي كنفذلك المصل سيتهجم ديرك إلى هذه المولادات المضادات بين سمن الكزاز و سوف تبطل المفعول ديالهم اما بالنسبة للتجربة الجوش سوف نكتبون لهم التجربة 2 نظيفه دروع و نظيفه مات الفأرجيم لأنه غير ممنع ضد سمن الضافيتيريا بكل بساطة نظر لهم أن الفأرجيم مات حي حي حسب لا عنده حبي و لا عنده مناع ضد سمن الضافيتيريا وهذا شيء صحيح ما هي طريقة تدعيم المناعة التي تم الاعتماد عليها في التجربة 1؟ ما هي الطريقة تدعيم المناعة التي تم الاعتماد عليها في التجربة 1؟ ركز مزيان في التجربة 1 وأعطي لنا إجابة مقنعة في كومنتر الإجابة ممكن تكون كالتالي، طريقة تدعيم المناعة التي تم الاعتماد عليها في التجربة 1 هي الاستمصال الاستمصال هي فاش نأخذ مصل من عند شخص صعب بشي مرض أبرع منه وكان أعطي لشخص جاه نفس المرض ولكن ما قدرش يبرع منه هذا هو الاستمصال بيقول بساطة والمصل كيف مقلت لكم مسبقاً هو واحد لما تكون في الدم كتكون فيها مضادات الأجسام فهذه مضادات الأجسام فاش كتعطيها لذلك الشخص الثاني فهذه مضادات الأجسام والوظيفة وهي يمشي عند جاراتهم أو هذه المولدات المضادة ويحاصرها يكون المركب المانع باش تتم البلعامة ديال هذك المركب بالجورثومة دياله وبالتالي هذا الشخص اللي اخذ المصل غيبرة سؤال 6 فسر لأحمد كيف ستدعم هذه الطريقة جهازه المناعي ستفسر دبا الحمد تشرح له كيفاش الطريقة للإستمصال ستدعم الجهاز المناعي دياله يلا نزل كومنتر ديالقم 6 وفسر الحمد كيفاش غادي تعاونو هالطريقة جواب ممكن يكون كالتالي الاستمصال يساعد الجهاز المناعي على تحييد مولد مضادة معين بفضل مضادات الأجسام النوعية التي يحتوي عليها قلنا لهم أن الاستمصال كيعوي الجهاز المناعي على إبطال مفعول ديال شي مولد مضادة معين بفضل المضادات الأجسام النوعية التي توفر عليها. كان ممكن تكتبون لهم على تحييد المولدات المضادة ولكن هنا ستكون لدينا جملة صحيحة ولكن من ناحية التعبير خاطئة. فلن تكتب لهم الاستمصال يساعد على تحييد أو لإبطال المولدات المضادة. لأنك تقول أن هذا المصل هذا خدم لقاء المولدات المضادة. لا ستقول مولد مضاد محدد أو لمعين. فلن تبين أن هذا المصل يعمل غير مع واحد المولد مضادة. إذا أخذنا مثلا المصل فيه مضادة أجسام ديال الكزاز لا سيخدم لنا مع الجرثومة ديال طفيتيري. لا سيخدم لنا مع الجرثومة ديال عقدة عصيات كوخ مثلا. لا سيخدم لنا مثلا مع الفيروس ديال كوباد بي. فلن تبين؟ هذوك المضادات الأجسام كيف تفصلوا على حساب واحد المولد المضاد بوحده. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر